اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزجها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفطر والغنا ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قررة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداتا مهتدين اللهم إليك نشكو ضعف قواتنا وقل تحيى لنا وهواننا على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتهجمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخضب لك العتب حتى ترضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ممتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل اللهم إلى الجنة مأوانا ومصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الأمن والفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وبهر الرجال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم القف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا شر ما أهمنا واكفنا كل ما أهمنا وكف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد للإسلام فكد له اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد للإسلام فكد له اللهم عونك 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 يا الله للمجاهدين في فلسطين اللهم عونك ومددك يا الله للمجاهدين في عراق اللهم عونك 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 يا الله للمجاهدين في شمال السودان اللهم عونك 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 يا الله للمجاهدين في بلاد السومال اللهم عونك 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 يا الله للمجاهدين في كشمير اللهم عونك ومددك ومساعدتك يا الله للمجاهدين في أفغانستان اللهم عونك 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 يا الله للمجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا طيوم وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغن المانع الضار النافع النور الهادي البليع الباقي الوارث الرشيد الصبور أن ترزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين وأن تقضي حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وترزقهم بطانة الحق الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر يا رب العالمين وأن تغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر نيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم وعافهم وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم بالحسنات إحصانا وبالسيئات عفوا وغفرنا اللهم إن كانوا محسنين فازل في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم ولا تبتلهم في قبورهم بما لا طاقة لهم به يا رب العالمين وأن تجعل بلادنا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن تجعل ولايتنا كانوا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وأن تغفر لنا ولوالدنا وترحمنا وترحمهم كما ربونا صغرا وأن تجمعنا في جنة الفردوس مع إخوانهم وأصدقائهم وذرياتنا وأهلنا وإخوتنا وأصدقائنا في الله يا رب العالمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين